وخلونا بقى نروح لخبر من الأخبار المبهجة لأن من كام يوم استقبلنا خبر هو استثنائي وفريد من نوعه أعلنت عنه وزارة الأوقاف وهو انطلاق أول أربع مجالس للإفتاء في قضايا المرأة وشؤونها على عيد أربعة من السيدات الوعظات المؤهلين للفتوى والدعوة التجربة دي في الحقيقة نالت إعجاب السيدات اللي ترددوا على المساجد الموجود فيها الوعظات وهم موجود معنا اتنين منهم النهاردة بنرحب بيهم معنا في صباح الخير يا مصر اللي بنورنا في الستوديو هم الدكتورة يمنى أبو النصر الوعظة بوزارة الأوقاف ومسؤول فتوى السيدات بمسجد سيدنا الحسين صباح الخير يا دكتور كمان معنا الدكتورة نيفين مختار الوعظة أيضا بوزارة الأوقاف ومسؤول فتوى السيدات بمسجد السيدة نفيصة صباح الخير يا دكتور صباح جدا من مريدي هذه المساجد تحديدا إزاي كان فيه خبر استقبال وجود وعظات للفتوى في قضايا المرأة تحديدا الخبر ده إزاي الناس كانت بتتعامل معاه إيه أكتر القضايا اللي كانت بيتم السؤال فيها بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الخبر في حد ذاته لما نزل وانتشر إحنا ما كناش متخيلين أن هذه التهيئة موجودة أصلا وأن الناس فعلا قاعدين منتظرين هتجعرف أن المسجد بيبقى فيه المقام فطبيعي أن الناس بتبقى في الوقت ده في الزيارة درسي بالذات في مسجد سيدنا الحسين فكان في موعد الزيارة المقرر للسيدات فأنا لما دخلت من باب الزيارة وبصيت قلت مين اللي هيطلع فوق مين هيطلع الدور التاني وحيمشي من بوابة سبعة لبوابة عشرة فقلت خلاص بقى نعم مع تجديد المسجد كمان فكله بيتهافت بعد الغلق كمان وكل عاوز يشوف شكل المسجد فطلع بقى وعلى اللقص بالسبيل يعني إذا طلع حد أنا جاي أقدي وإن شاء الله يعني إيه الأجر محسوب فجئت أني أنا من وانا طلع من وانا ماشي في الممر ولبسة اليونيفورم بتاع العباية بتاعنا بتاع الأوقاف دكتورة جت المجلس هيبتأ دكتورة جت ودخلت ولقيت القاعة فوق بعضها ما شاء الله فباللومتوا عارفين إحنا حنعمل إيه فقالوا لي أيوة إحنا مستنين حضرتك من سلاطة العصر بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم فلاقيت الناس وهي أين وبعدين بدأت أتكلم معهم فكنا قلنا كده هنبدأ نتكلم مع الناس الأول في اللي هو ما لا يسع المسلم جهله حاجات الفقه والطهارة اللي هو إنت جاي يا مسجد بتصلي إزاي حتعملي إزاي فقديت عشر دقايق كده عن فقه الطهارة وبعدها فتحنا الأسئلة فبدأت الناس تسأل وبدأت الناس تهتم إنها تقول وبدأت الناس تستمع وبدأت الناس يعني هارج بدأنا من بعد صلاة المغرب لغاية إقامة صلاة العشاء ولم نتوقف م شاء الله فكان فيه إقبار رهيب والناس جاية محضرة والناس من كل حد طيب هنتقل بسؤال دكتورة نبين دكتور يعني عايزة أعرف برضو من حضرتك أهم القضايا اللي لقيت فيها أسئلة ولقيت سيدات بتسأل فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى أشرح في خلق الله أنا بس الأمر مختلف أنا بالنسبة لي شوي لأن أنا بقى لي سبع سنين بدرس في السيدة نفسي وده مسجدي أصلا من فترة طويلة وأصلا بتعامل بالإفتاء ده بقى له فترة فمتعودة على نوعية الأسئلة وعارفة المرأة بتحتاج إيه مش بس الأمور النسائية أو العلاقات الحميمة بينها وبين زوجها لا ده احنا اكتشفنا حاجات إن أنا ممكن لما بعد أسمعها في أمور الطلاق والزواج والعلاقات الأسرية ممكن أطبطب عليها لو رجل قاعد مكاني استحالها يعمل إن أنا بعمله لما لقي دموعها نزلة وقوم أنا أمسح لها دموعها هو ده وظيفتي إن أنا أمسح لها دموعها أه وظيفتي مش دعاية إن أنا أأدي الفتوى بس صحيح وظيفتي إن أنا أحنو عليها وحسسها بالأمان واسمعها وإحنا كنساء عندنا القدرة الاستعابية إن إحنا نسمع لوقت طويل النساء وقد ده نفهم مشاعر بعض كمان أكتر بالزبط لكن برضو خلينا أقول لحضرتك إن الرجل ملوش خلق للكلام ده ده غير إنه في بعض السيدات بتتكسف إن هي تحكي أمور معينة أو ما بتحبش تحكي أمور معينة حتى لو حكت حتى لو حكت وقالت الأمور اللي حصلت بينها وبين زوجها لكن بعد خمس دقائق هيقولها طبع أنا عايزة أسمع التانية أنا عايزة أشوف كذا أنا لما بلاقي فيه مشكلة طويلة بقولها انتظريني لآخر الحلقة حاسمعي وبسمعها ممكن ربع ساعة أو كنت ساعة بالزبط كده فبسمع منها المشكلة وبشوف إيه الموضوع اللي بنتكلم فيه زي ما الدكتورة يومنا أشارت لموضوع الطهارة وإحنا بنتكلم ما بتيجي بتقولي أنا في الشارع مثلا وعايزة أتوضى ما بعرفش أعمل إيه فأنا برشدها بقولها تعمل كذا تاخد مذهب الإمام الشافعي ثلاث شعيرات من مقدمة الرأس لو هي في الشارع تحط إيدها من تحت الطرح فبتقولي يعني ازاي فبقول لا تبكشفي الحتة اللي عندك الأولية وأنا وريكي لغاية فيه هتعمل ازاي ده قدام الرجل فالأمور مش أمور الطهارة والحيد والأمور الخاصة بالنساء فقط لا علاقات الأسرية كلها الأمور الخاصة حتى بالوضوء أن أنا أقولها طب من هنا إلى هنا ما ينفعش لازم يدخل فيها المرفق وابتدي أرشدها كل ده لازم يبقى من مرأة لمرأة صحيح ساعة الصدر من مرأة لمرأة أننا أحسسها بالأمن والأمان وده موجود عندنا كطبيعة المرأة ده موجود من مرأة لمرأة فهي الفكرة كلها أن احنا دورنا مش جديد ولا حاجة احنا موجودين بقالنا عشرين سنة بندرس لكن ابتدينا نظهر على الساحة لأن احنا بنمارس ده بنمارسه كويس قوي وبنقول قد كده احنا موجودين فكان لازم معالي وزير الأوقاف يطلعنا ويقول للناس لا احنا بنعمل شغلة عالي جدا وبنقدم حاجات للنساء وفتاوى فخلينا بقى نقول الرسالة بتاعتنا زل تظهر للناس طيب اروح لدكتورة يومنا ونتكلم على فكرة أن الفتوى في القضايا التي تخص المرأة تحديدا أمر ليس بالهيئ إزاي تم تأهلكم للتعامل مع مثل هذه القضايا طبعا هو الفتوى عموما يعني هي أمر غير هيئ خلص الفتوى لأن حضرتك اللي حيفتي بغير علم فقد ضل وقضل فالموضوع كبير جدا الفتوى عشان تهيئ لها أول حاجة لازم تعلم أنك أجهل حد على سطح الأرض وانت بتاخد السؤال لازم تبقى عارف أنك لو ما عندكش المعلومة كاملة بكل ظروفها لا يعيبك أنك تقول لا أعلم لا يعيبك أنك تقول حرجع للمعلومة ولكن بيتم تهيئة الناس ازاي أو المفتيات ازاي أو اللي حيتصدر للإفتاء ازاي طبعا بدرجة عالية جدا 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 من الحيطة والحضر كيفية أن أقول لحضرتك على حاجة الفتوى ليها أراء كتير جدا مش وارد أن أنا أفتيج بهواية أنا صحيح بالله أنا عايزة بالله أنا عايزة أوجهك ليه أنا هنا أمنت الفتوى ضاعت يعني فيه أراء فيه حد بيقول كذا وحد بيقول كذا وحد بيقول كذا وحد بيقول كذا أجي أنا أقول إيه بس أنا مع الرأي ده فأطلع وراي جيل ينكر أراء بقية العلماء لكن حضرتك لما بتبقى عندك أمانة الفتوى هذه من الإعداد يعني بس مش إعداد علمي أنك تكون تقف على حدود أن أنت رقيبك ربنا في الفتوى هتقول إيه هتحيل الأمر المين يعني حضرتك نستطيع النفط في جميع القضايا لكن حاجة أقول لك الطلاق والزواج والحاجات المتعلقة بالميراث رغم أن أنا درساها وباستفادة ومؤهلة لها سوف أحيلها إلى ضر الإفتاح بلا أدنى شك هعمل القصة دي ليه هذه الأمور تحديدة ليه حضرتك لأن دي حيترتب عليه حاجات تانية وإن السائل بيسألك بطبع حاله هياخد الكلمتين منك ويطلع يقول الدكتورة يومنا قالت كذا كذا الدكتور فلان قال كذا كذا إدار الإفتاح تعمل لحدك إيه تديك فتوى مختومة تعتد بها حتى في القضاء فأصبح النهاردة لما حاجة هيفصل فيها ده حضرتك لو ميراث واتكلمت فيه الناس هتقطع أرحمها لمجرد أن أنا أقول لك الدين بيقول كده أنت ظالم أنت كده خدت حق أنت ليه أنا مش عارفة فأنا رحت سألت الشيخ أو سألت الدكتورة أو سألت اللي تصدر للموضوع وأفتاني بغير علم الأمور التي قد يترتب عليها تغير في أحوال الأشخاص طالبها به الفتوة طبعا ده أولا وكمان يترتب عليها مدار ربا أنت هتدخل في ضرر أعلى فهيبقى القصة كلها ناية أنا عارفة وعارفة أن رأيي صح وهقوله بس حولها خدي بالك الفتوة دي بالذات رازم تروحي دار الإفتاح وتغديها وتطلعي بها بفتوة مكتوبة حتى لو أنا العلم ده مؤكد أنه عندي وده إن شاء الله موجود لكن الفكرة أنك أنت تترك الموضوع للناس عموما ده نحن بنختار حضرتك عنوان الحلقة لما بيجي بقول عنوان حلقة لشان محدش ياخد العنوان ويجري مش هو يا أيها الذين أمانوا لا تقربوا الصلاة مش ممكن أسكت صحي وده قرآن حتطلع تقول إيه قالت لا تقربوا الصلاة فدي الفكرة أما نقعد نتكلم ونجي نتكلم عن بعض الأمور في الدين فيها فرض وفيها واجب وفيها نفلة وفيها تطوع ونبدأ إن إحنا نقول الكلام ده ممكن حد ياخد الرأي اللي يعجبه وطلع يقول إنت اللي قلته صحيح فقضايا المرأة في الإفتاء أضيق شوية من القضايا التالية لكن مترتب عليها أحكام كبيرة جدا الإفتاء بحر واسع ومهم يعني جدا 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 وزي ما حضرتك قلت كلمة بتفرق طبعا طيب دكتورة نفين عايزة رابردومار حضرتك هل دورك مقتصر على الإفتاء ولا أيضا في جزء وعظ الحقيقة ليتنيه أنا أساسا تخصصي فقر فالإفتاء ده من تخصصي وبفتيه ممكن على المزاهب الأربعة يعني عارفة في كل جزئية كل إمام قال إيه والجزء الثاني اللي هو أنا بسميه الوعظ أو ترقيق القلوب بحب أدي ده وأدي ده وحتى أنا في السيدة نفيسة بدي يوم السبت الإفتاء والأربع الوعظ بيخليها يوم لده ويوم لده لكن في الإفتاء أنا باخد زي ما الدكتورة بتقول كده الأمور على كل مزهب وبختار الأيصر يعني إحنا إن شاء الله طلعينا على رأس بعثة الحج إن شاء الله مع الوزارة السنة دي وطلعنا قبل كده فعندنا مثلا في الحج كل الأمور لها الأربع مزاهب إفتاء فيها فأجي مثلا لو حد قال لي على موضوع السعي قالتلي أنا نزلت من الصفر ومشيت من الحج وبعد ما رجعت وحدة قالتلي بتكلم معها هو أنت مساعتش قلت لها لأت لها حج جبايز الحجة فسدت فقلت لها يا ستي ما فسدتش قالتلي ده أنا عملة أبكي من ساعتها ومش عارفة أعمل إيه قلت لها طب ما تيجي ناخد رأيي الإمام أبو حنيفة اللي قال أن السعي بين الصفر والمروة واجب وليس بركن زي بقيت الأيام قالتلي يعني إيه قلت لها يعني يجبر تركه بدن هاتي قيمة السك وبعاتيه السعودية ويبقى الحج بتاعك صحيح قالتلي ربنا يريح قلبك دي الكلمة لما سمعتها قلت لها أمال اللي قالك ما قالكيش إنك تغدي المذهب ده وتخرجي نفسك من الموضوع قالتلي لأ دي واحدة جارتي وما بقتش أنام لمدة أسبوع قلتلي عشان كده ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يبقى احنا قاعدين في المكان ده علشان نطلع صحيح الدين ونطلع الأيثر للناس فلازم يكون اللي جالس في المكان ده سواء رجل أو امرأة عنده علم عنده يعني إيه أجيب المخارج اللي موجودة وطلعها لإن اختلاف الأئمة رحمة للأمة وأيثر بها الناس زي ما حضرتك قلت دين يثر صحيح دي نقطة مهمة جدا صحيح أنا ليه بقول أنا قاعدة في المكان ده هو أنا قاعدة عشان أقول معلومة وأمشي ولا علشان أحل مشاكل الناس صحيح لما أنا النهاردة واحدة تيجي تقول لي زوجي بيضربني وبيعملني معاملة لا تليق وتردني في الشارع هو الدين بيقول كده أما روح أقول لها ده إنسان مفتري ده أنا محلتش حاك لكن أقول لها إيه هو ربنا قال وعاشرهن بالمعروف لكن ربنا قالت برضو ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فأكيد أنت برضو استفزتي أكيد عملتي حاجة ما تجي نشوف أصل المشكلة إيه ونعالجها عشان نمسك العصايا من النص ونحافظ على البيوت لأن النسب الطلاق زادت والبيوت كتير بقت خربانة وإحنا عايزين الناس ينصلح حالها فأعدتنا في أي مكان خصوصا في مساجد آلة البيت المساجد الكبرى علشان نصلح حال الناس مش عشان نقول كلمتين ونمشي أو عشان نطلع في برنامج لا إحنا عايزين هدفنا الأساسي هي حزبة لله قبل أي حاجة وإحنا وعزات متطوعات لا نتقدر أجر إلا من الله سبحانه وتعالى إنما إحنا نزلين علشان نعمل حاجة نصلح بيها من شأن الناس وشأن المجتمع يبقى في رفعة تبقى البلد كويسة والناس حالها كويس ويبقى فيه راحة وفيه أمان كده واستقرار يعني ربنا يجعلوا فيه ميزان حسناتكم دائما دكتورة يمنى يمكن تجديد الخطاب الديني دائما بنسمع عن هذا المصطلح لكن تنفيذ ليه على أرض الواقع حتى هذه اللحظة من وجهة ناظري أنا الشخصية يعني ما شفتش ده لكن بوجود حضراتكم أمامي حسيت كده واتمأنيت إن لا فيه أمان فكرة التيسير على المواطن مصر منارة الوسطية طبعا فدائما لما بيجي أدي فتوى مش لازم أننا أكون متشدد في الفتوى علشان متلقي هذه الفتوى لا ينفر منه طبعا يعني خلال إذا ناسعوا التهف وشه زي ما بيولو بالبلد كده ياسف فأنا لازم أننا أحببه في ده فإزاي بتتعاملوا مع مثل هذه الأمور بوسطية أولا أنت لازم تحترم حال السائل اللي بيسألك وتشوف ظروفه إيه وتعرف يعني عايز أقول حدثتك من تجديد الخطاب يعني وأنا اللي أتحفظ على التجديد هو الفكرة كلها إن إحنا إعادة فهم للنص ما هو إعادة فهم بما يتماشى مع المتغيرات التي طرأت على المجتمع رفو عليك يعني ما يبقى النهاردة أنا عارف أن أنا بتكلم وسط اجتماعي معين واقتصادي معين فأنا مهيأ نفسي حاسم مع مشكلة شكلها إيه صحيح فلما سمحها بلاش تبان علي علامات وأمرات الاندهاش والزهول وأحسس اللي قدامي لأنه هو مش زنبه أنه جاهل ومش زنبه أنه ملقاش حد يعلمه فلما حضرتك تتواجد وتبقى بالطبطب زي ما دكتور نيفين قالت وبتفهم وبتستوعب وما بتتخضش وتبدأ تمسك الأمور كده تقسمها لفرعيات صغيرة وتبدأ تجاوبله عليها ده اللي يبين حضرتك عندك علم ولا لا أصلا خد ده لحضرتك ومش العلم فقه بس العلم قرآن العلم لغة العلم ممارسة إن حضرتك اتحطيت في الموقف ده فعرفت تقول تردش على إيه تاخد الكلام على العموم وتشغله على الخصوص أو العكس تخدم الخصوص وتقوله على العموم فده من الإعداد ففكرة يسره أيوة هو عبود الله في الناس يعني مقولة اعترض عليها البعض وقال لك ما حكم تارك الصلاة واحد بيسأل شيخ يا شيخ حكم تارك الصلاة إيه عايز يقول له بقى تموته تقتله وما تدفنهش وما تهمش قال له أنت أخذه معك إلى المسجد هو حضرتك الإسلام اللي انتشر برا انتشر بإيه بأخلاق المسلمين بيجي لك برا انت لما تقابل للناس المسلمين حديثا تفتخر إن هذا هو دينك تفتخر بجد وتقولك أنت أسلمت إزاي فلما تردت تحكي لك تقولك أصلي كان ليها جارة ولقيتها بتعمل كذا وما وعدت لؤتم مكارم الأخلاق هو ده ففكرة إننا النهاردة هو الدين هينتشر كده لكن الدين مش هينتشر بقول ولا تقول وإفعل ولا تفعل يا جماعة التكليف صعب وهو للاسف فيه ناس منتمية إلى الإسلام وأقول هنا مصطلح منتمية للإسلام لأنها صدرت صورة لدى الغرب إن الإسلام يعني إرهاب وتطرف حبيبهم لم يشعروا بالإسلام لو خاطب الإسلام قلوبهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي 13 سنة في مكة بيعمل إيه 13 سنة في مكة بيعمل إيه بيزيل قسوة وغلازة الجاهلية عن القلب حتى يكون معد لاستقبال نور الله سبحانه وتعالى لاستخدم كلمات ربنا وترد على العقل والقلب مع بعض فلما تكلمني أنت بالغلزة دي ده ربنا قال للنبي اللي أكرم مني ومنك دايما الترهيب من العقاب أكتر من أنه نحب العبد في رحمة ربه ونقربه ربنا قال إيه للنبي ولو كنت فضل قليلا قلبي لن فضوا من حولك فقال له ربنا لا طول بالك يعني ما ينفعش هو الدين كده ففكرة أنه نصدر للناس هذا الواجه لا طبعا الناس دي شايلة زم بكل ما نصد عنه ودي نقطة مهمة جدا نروح بها لدكتورة نبين عايزة أعرف من حضرتك دلوقتي أنا واحدة رايحة أسأل شيخ أو أسأل وعظه زي ما تكلمنا الفتوى بحي كبير جدا ويلزمها زي ما حضرتك قلت لينا القلب وفهم مشكلة الشخص الأدامي اللي بيتكلم في أمارات ممكن قدامي يتحسسني أنه هذا الشخص غير مؤهل لأنه يقدم لي الفتوى أو الوعظ في ناس غير مؤهلة أنا كمواطن أو مواطنة أو حد عنده مشكلة رايحة هل في أمارات أو علامات تخليني أحس أنه لا محتاجة أتوجه لشخص آخر صحيح لأنه إحنا لما بنقعد علشان أقول لحضرتك لو جيتي بالزبط زي ما تسألت يوم السبت اللي فات في أول مجلس للإفتاء هو فوايد البنوك حلال ولا حرام أول كلمة سألتها كده فقلت لها حلال الشهادات بتاعت البنوك حلال ولا حرام قلت لها حلال قلت لي أديني أمارة كله بيقول حلال أديني أمارة أعدت أشرح لها إيه موضوع شهادات الاستثمار وإذا ذهب المحل ذهب الحكم عليه بعد ما قلت لها الفتوى يمكن في ربع ساعة قالت لي بارك الله فيك أنا كده حمشي وأنا متطمنة فأنا لازم أديها دليل وسند لو مدتش الدليل والسند أبقى أنا مش فهمها عشان كده إحنا لما قاعدين قاعدين نتكلم صح عشان الناس اللي اختطفت الخطاب الديني قبل كده في فترات سابقة بقوا يبثوا أفكارها دامة لكثير من الناس عشان نتكلم بالوسطية وبالراحة وبنقول للناس الدين مش إرهاب الدين مش إنك لما بشوفكيش بتصلي أقول لك ده أنت دخل جهنم وبقص المصير لما شوفك من غير حجابة أقول لك ده أنت كل شعر حد شافت فيها حتترمي في نار جهنم لا خالص لما لقيت واحدة بصت لوحدة دخل المسجد ببنطلون وشعرها وكده فبص لها كده بصة ما عجبتني فقلت لها وانت كنت إيه قبل ما تبقي كده في الحجاب وكنت إزاي قبل ما تبقي بتصلي طب انت ربنا هداكي ادعي لها بالهداية ولا خدي بإيديها معاكي الله أعلم كمان باللي في القلوب صحيح صحيح رب عبد أشعث أغبر لو أقسم على الله لأ برة فإحنا بس السماحة في الدين لازم تبقى بأسلوب أفضل بكثير من الناس بيعملوا برة إحنا بنعمل ده الحمد لله أسلوبنا وسطي جميل ابتسامتنا موجودة على طول مع الناس عمرنا ما نفرنا حد من الدين ولا من رحمة ربنا زي ما الدكتورة قالت دلوقتي لأن ربنا قال آية لو كل الناس عرفتها كله حيتطمن ورحمتي ووسعت كل شيء ثم قال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله شوفي كده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا علينا ربنا هيعمل إيه بحزن؟ لا فيش أمارات أحسن من كده حضراتكم من ورنا ومشرفيننا دكتورة يمنى أبو النصوى دكتورة نيفين مختار الواعظات المصريات السيدات اللي بنفتخر بوجودكم معنا هنا في صباحا خير يا مصر يعني بنشكر حضراتكم على وجودكم معنا لكن أخيرا قبل الختام عاوز بس أسأل موعيد حضراتكم إيه علشان السادة المشاهدين يبقوا عارفين أنا بكون في السيدة نفيسة السبت للإفتاء من المغرب للعيشة والأربع للوعز من بعد العصر مباشرة لكن لنا مساجد أخرى أنا مش بس في السيدة نفيسة ومسجد سيدنا الحسين مسجد سيدنا الحسين السبت من المغرب للعيشة وبرضو عندنا مساجد تانية في الرحاب وفي التجمع شكرا من رجل حضراتكم دكتورة يمنى أبو النصر الواعظة بوزارة الأوقاف ومسؤول فتوى السيدات بمسجد سيدنا الحسين وأيضا الدكتورة نيفين مختار الواعظة بوزارة الأوقاف ومسؤول فتوى السيدات بمسجد السيدة نفيسة شكرا لجوكم معنا في صلوات المصر وكل التوفيق لحضراتكم